السلام عليكم متتابعي القناة مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله نخدم معكم الفرد الثاني للدورة التانية يعني فرض المرحلة الرابعة في مادة التربية الإسلامية للمستوى الرابع ابتدائي كما تعرفوا في مادة التربية الإسلامية دائما تتبدأ نفس الوضعية التي تحت نفس السياق درس التي تم إنجازها خلال هذه المرحلة الرابعة سنقرأ الوضعية سنجوب الأسئلة المرتبة بالدرس التي درسنا حضر علي صلاة الجمعة في المسجد فاستمع باهتمام لخطبة الإمام الأولى والتي شرح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في الخطبة الثانية تحدث عن حياته صلى الله عليه وسلم الزاخرة بأحداث هامة منذ طفولته ورعان شبابه وأن خير ما نقدمه تعظيما له أن نصلي عليه ونقتزي بأخلاقه وبصفاته في تعاملنا مع الناس أو في تعامله عفوا مع الناس إذن بعد قراءة الوضعية نجيب عن أسئلة السؤال الأول يقول أكتب من قوله تعالى في سورة الجمعة بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع فذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إذن الآيات اللي ضفت بالقلم الأزرق هما الآيات المطلوب منكم تضيفوهم يعني لكي تزميموا الآية يعني هنا لدينا الآية التسعة والآية العاشرة من سورة الجمعة إذن هذه الصورة هي اللي حفظنا في هذه الوحدة الرابعة في هذه المرحة العفون الرابعة هذا السؤال هذا عليك ثلاثة النقاط نتجنبون نرتكبوا الأخطاء الإملائية هما اللي كي يديوا النقاط نمشي دابل السؤال الثاني أصلوا بخط بين كل كلمة وتعريفها ابتغوا من فضل الله تعني اعملوا لكسب الرزق الحلال إذن وابتغوا من فضل الله يعني اعملوا يعني كل يمارس عمله لماذا؟ لكسب الرزق الحلال ثم عير يعني قافلة من الجمال يعني مجموعة من الجمال تسمى عير ثم واذكروا الله يعني لا تنسوا ذكر الله وطاعته إذن واذكروا الله إذن نبتغي من فضل الله يعني نعمل لكسب الرزق الحلال ولا ننسى أن نذكر الله ونتيعه في كل أعمالنا إذن هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الثالث أنسبوا كل رسول بالكتاب المنزل عليه إذن هنا عدنا التوراة ثم عدنا الزابور اقتراحة لعطونا هنا موسى وعيسى إذن التوراة منزل على سيدنا موسى عليه السلام ثم الزابور منزل على ذاود عليه السلام بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد نزل عليه القرآن الكريم وبالنسبة لسيدنا عيسى فقد نزل عليه الإنجيل إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال ثلاثة شده بس سؤال ربعة إذن السؤال يقول أصل بخط ما هو مقصد رسالة كل الرسل يعني ما هي الغاية وراء كل رسالة إذن هل هذه الغاية تجعل في توحيد الله أم في الإشراك بالله إذن طبية الحال فالغاية أو المقصد من رسالة كل الرسل هي توحيد أو هو توحيد الله عز وجل سؤال موالي ساعد عاليا على الاستعداد لصلاة الجمعة بترتيب الأعمال أسفلها من 1 إلى 4 أثناء تطيب وارتداء لباس حسن الإغتصال والوضوء كراءت صورة الكاف الإبكار بالذهاب إلى المسجد أول شيء هو الإغتصال والوضوء أول مرحلة هي الإغتصال والوضوء ثاني مرحلة التطيب وارتداء لباس حسن ثالث مرحلة الإبكار بالذهاب إلى المسجد لماذا؟ إلى المسجد لماذا؟ لقراءة صورة الكاف قبل بداية خطبة الجمعة إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الخامس ليس هذا السؤال السادس السؤال يقول سلبسه أعظم الله في صلاتي بماذا؟ بحمد الله بالكسل في الصلاتي بالتسبيح والتكبير إذن أعظمه في صلاتي بحمد الله يعني بقول الحمد لله بالتسبيح والتكبير بقول سبحان الله الله أكبر إذن الإجابة الصحيحة هذه الإجابة الأولى والإجابة الثالثة السؤال المولي سابعا من الأحداث الهامة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول الوحي عليه تحدث عن دور خديجة رضي الله عنها لدينا نقطة ونصف لهذا السؤال إذن خديجة من هي بعدها؟ خديجة بنت أخو ويلد هي زوجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أول من آمن به وصدقته وتبتته حين نزل عليه الوحي في غار حرة إذن خديجة بنت أخو ويلد هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كانت أول من آمن به من النساء أول من علمت يعني بنزل الوحي عليه أثناء التعوى السرية ثم دور ديالها أنها صدقتها بعدها صدقتها صدقت ما قاله وأنها تبتته حين نزل عليه الوحي في غارحها حيث كان يلجأ إذن هذا فيما يخص السؤال السابع نمر الآن إلى السؤال الثامن إذن أصل بخط أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي حليمة السادية؟ لا حليمة السادية هي مرضعة الرسول آمن بنت واب هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خديجة بنت ويلد هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى ذلك في السؤال السابع فهي أول من آمن به صلى الله عليه وسلم السؤال الموالي تاسعا كيف يمكن لي ولعلي أن نعبر عن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يمكن لي ولعلي أن نعبر عن حبنا بالإكثار من الصلاة عليه أن نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع سننه أو باتباع سنته وذلك بالانتتال لأوامره واجتناب نوعه يعني أعمل بالأوامر التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتنب كل ما نهان عنه عن فعله إذن هذا فيما يخص لإجابة عن السؤال التاسح عاشراً أكتب صحيح أو خطأ أمام كل عبارة إذن عند دخول المسجد أتخطى رقاب الناس خطأ إذن هذا فعل لا يجوز فعله إذن في المسجد لا أتخطى رقاب الناس وقدموا رجلي اليمنى صحيح عندما أريد أن أدخل إلى المسجد يعني أقدموا رجلي اليمنى وليس اليسرى أتصفحوا الشبكة العنكابوتية يعني ناخد معي الهاتف أنقن يعني نصفح الشبكة العنكابوتية فيسبوك ومواقع تواصل الاجتماعي إلى آخره خطأ إذن لا يجب علي أصلاً أن أخذ معي الهاتف إلى المسجد أو إذن في حالة إذا ما أخذته في جوالي أن أضعه في وضع صامت أضعه نعم هي جاية أضعه هاتفي في وضع صامت صحيح يعني دي اللي سيلونسيون باش من زيش الناس اللي جايين بغاو يصليوا إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال العشرام شو ده بالسؤال 11 كيف يمكنني أن أعتني بالمسجد ومحيطه يمكنني أن أعتني بالمسجد ومحيطه بتنظيف المسجد كيف ذلك غسل الأفرشة والسجادات ترتيب المصاحف الاعتناء بالبيئة المحيطة بمسجدي يعني نتاني بالمحيط البيئة المحيطة بجمل أزبال بغرس الأشجار بالاعتناء بالنباتات التي تنمو بجانب المسجد إلى آخره إذن هذه من بيئة الأنشطة التي يمكنني أن أقوم بها لكي أعتني بنظافتي وبمحيط المسجد السؤال الثاني عشر والآخر كيف أحفظ الله تبارك وتعالى إذن أحفظ الله عز وجل نحفظه باتباع أوامره واجتناب نواهيه إذن نتبع مع أمرنا الله عز وجل ثم نجتنب ما نهان عنه وأتبع ما جاء على لسان رسله يعني أتبعوا مثلا سنة النبي الله صلى الله عليه وسلم سنة محمد يعني ما أمرنا به رسول وما نهان عنه وأنبيائه إذن لا نفرق بينهم وما جاء في الذكر الحكيم يعني وما جاء في القرآن الكريم ويتجلى أو ذلك يتجلى في معاملتنا للآخرين إذن يجب أن تكون معاملة حسنة إذن هذا كل ما يخص الإجابة عن امتحان مادة الطربية الإسلامية للمستوى الرابع البتدائي امتحان ثاني للدورة الثانية آخر امتحان هذا السنة الدراسة إن شاء الله أتمنى لكم حد موفق إلى اللقاء